السلام عليكم خوتي اي شاء الله بتكون بخير معكم اخوكم كما دائما من قناة بلانت ديزاد كما عودتكم خوتي في الفيديو اللي فات خوتي كما شفتو ذلك لكم معايير وسلم التنقاط او النقاط اللي حسبوهم لطالبي السكن الاجتماعي العمومي بالتنقاط ذاكو الخوتي اللي هو السكن السوشيال اللي معرف عليه بالسوشيال خوتي في الفيديو اللي فات ذلك لكم على سلم التنقاط والفيديو تالي خوتي راح نشوفو ما هما الشروط التي يتبعونها لمنح السكن العمومي الايجاري فلهذا خوتي قبل ما نبدو في الفيديو ما تنسوش برك تديرونا لايك لافيديو خوتي دعمت عكم يحافظني بزاف تود دعمني بزاف وكذلك خوتي ما تنسى اللي يمشي مشتركه تشترك في القناة وتفعل جلال الجرس باش ينسلككم كل جديد حاجة لو لا قبل ما تقوم بطالب السكن لازم تتعرف على الشروط هذو اذا كانوا يتوفروا فيك ولا لا وشروط هذو خوتي كما كنتوفو فيهم مأخوذين من المجلة من المرسوم التنفيذي اللي يخدموا به خوتي واللي هي الجريدة الرسمية اللي طالبي السكن داكور المرسوم التنفيذي خوتي المؤرخ الموافق ليه موافق ليه 11 ماي سنة 2008 واللي هو مياه صفر ثمانية مياه واثنين وربعين داكور خوتي هذه الجريدة وهذا هو المرسوم الخوتي اللي يطبق فيه ويأخذ منها سلنة بالتنقاط وكذلك خوتي الشروط فلهذا خوتي راح نبدأ لكم خوتي نقرأ لكم الشروط هذو ونتعرف عليهم الإنسان مليه يعرف هذا الصالح ويتعلم خوتي ما فيها وانو فلهذا حاجة لولا خوتي كما راكم تشوفوه هذا هو الشروط منح السكن العمومي الإيجاري فيه شحل من مادة خوتي راح نقروا خوتي ونشوفوه شمال هادو المواد المادة اثنين يقصد بسكن العمومي الإيجاري مفهوم هذا المرسوم السكن الممول من طرف الدولة اللي يعني دعمه الدولة او الجماعة المحلية الموجه فقط للاشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخلهم يعني تصنيف تحهم حساب الشهرية تحهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تمتلك سكنا او تقطن في سكنات غير لائقة او لا تتوفر لأدنى شروط النظر يعني الشروط هادو خوتي والسكن هادا مواجه لأصحاب الدخل اللي معروف عليه خوتي اقل من زوج ملايين يعني من زوج ملايين وربعمائة الف وهو داكور واللي ما عندهمش السكن واللي يسكنوا في سكنات لا تليق كما يقولك او لا تتوفر لأدنى شروط النظر كما يمكن استعمال السكن العمومي الايجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية ذات منفعة عامة مؤكدة المادة ثلاثة لا يمكن لا يمكن الشخص ان يطلب منحة سكن عمومي ايجاريا في مفهوم هذا المرسوم الا اذا كان يملك عقار اذا استعمال سكني ملكية تمة يعني عندها سكن وتكون ملكية على اسمه السكن يعني لا اسمه يملك قطعة ارض صالحة لبناء تكون على اسمه استفاد من سكن عمومي ايجاري او سكن اجتماعي تساهم او سكن ريفي او سكن تم اختنائه في اطار البيع بالاجار يعني الشخص هذا يكون مستفاد من اي سيغات من سيغات السكن داكور يكون استفاد من قبل استفاد من اعانة الدولة في اطار شراء او بناء سكن او تهيئة سكن ريفي تعني هذه الشروط ايضا الزوجة طالبة السكن يعني الشروط خوتي تنطبق على الزوج والزوجة يلي قحتى حاجة ما تكون على اسمهم وما يكونوش يعني عندهم على سبيل المثال كما هو سواء قطعة ارض صالحة للبناء او سكن يكون سكن يكون على اسم سواء الزوج او الزوجة داكور الروح للمادة اربعة لا يستفيد من السكن العمومي الايجاري من مفهوم هذا المرسوم الا الشخص الذي يقيم منذ خمس سنوات على الاقل ببلدية اقامته الاعتدادية الاعتيادية عفوا ولا يتجاوز دخله العائل شهري اربعة وعشرونة الف دينا هنا میخوتي قالك لا يستفيد يعني هم يكون Sound could être عنده اقل مدة سكن قلب من خمس اسنين في المنطقة هلونت على اقتر ك خمس سنوات هو يقيم في هذه البلاسة ويكون الشهرية تاعة تكون من زوج ملايين وربعمياء وهول يعني هذا الشهر يجب ان يكون سن طالب السكن واحد وعشرين سنة على الاقل ليدي الطالب شخص هذا او سواء الفتاة او الشهر يكون في عمره واحد وعشرون سنة واطلع مليحة تضوسي تاعها الروح للمادة ستة المادة السادسة يحرر طلب السكن العمومي الايجاري في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بسكن ويجب ان يرفق بملف يتضمن الوثائق ثبوتية الاتية واللي يا خوتي هذا الملف الملف تاع الطلب هذا خوتي الملف تاع الطلب فاللهذا راح نشوفه خوتي الملف شافيه نسخة من شهادة ميلاد رقم 12 دوس شهادة ميلاد الدوس شهادة عائلية بالنسبة لطالبي سكن المتزوجين يعني سواء هو ومرتعه يعني هو ومرتعه شهادة عائلية هو والزوج انتعاه شهادة الاقامة او اي وثيقة ادارية اخرى تثبت الاقامة شهادة الاقامة خوتي ومشي بطاقة الاقامة شهادة الاقامة لكي يكونوا متفاهمين شهادة الاقامة يوجد فرق بين شهادة الاقامة وبطاقة الاقامة شهادة الاجرى او اي شهادة اخرى تثبت مداخل او عدم وجودها يعني هنا ناس اللي يتخدم عند الدولة عندهم ولا عند مؤسسة ويكونون سوريين تكون عندهم فيش دو باي تثبت على المدخول تاحهم الشهري اشحان ولكن ما شهي خدام يعني كما نقول هنا يدير دومون باللي يكتب دومون باللي ما راش خدام باش يكونوا متفاهمين شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن او زوجه مسلمة من المحافظة العقارية وهي اخوتي وهذه اللي يقول لها لقات نيغاتيف خرجوها من دار تراب باللي انت ما عندكش ملكية وما عندك السكن احتى حاجة ما عندك على اسمك ما عندكش ملكية وكذلك الزوجة تاعك وهذه يخرجوها اخوتي من دار تراب باش يكونوا متفاهمين يقول لها النيغاتيف تسريح شرافي يقر من خلاله طالب السكن انه اطلع على الشروط منح السكنات بوضوع هذا المرسوم ويتقيد بها طالب مسكن عمومي ايجاري في دائره اخرى تحريح بهذا تكتبه عندك وانكتبه تدربا عندك وانك tension من تخرجagnان وقد استعتาง بذيOM وحتii يؤدي كل تصريح كاذب من طارف طالب السكن إلى إقصائه من القائمة وهذا بغض النظر عن متابعته قذائيا أي واحد ما يدير في تصريح كاذب عندها عقوبة يحرر نموذج هذا التصريح في مطبوع ويحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن المادة السبعة يودع الطالب السكن لدى لجنة الضائرة المعنية مقابل تسليم وصل ليحمل رقم التاريخ والتشجيل الملف هذا الملف تروح تديره في الضائرة على سبيل المثال نحن في وهرن تدير في غومبيضا الضائرة تاقوم بيضا تدير في الضائرة تاقوم بيضا وهو ما يعطوك يعطوك الروسي يسجل طلب حزب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة المختص إقليبيا ويؤشر إليه عليه يعني كما نقول احنا يعطوك هذا الرقم الرقم تاعك هن يبدأ بشاء رقم تسلسلي تذكر خوتي هذو هما خوتي الشروط الليل حبيت نشارك هما معكم هذو هما خوتي الشروط وكذلك فيهم حتى الملف تذكر فلهذا خوتي هنا الحقنا الله فانتع الفيديو ما بقى لي خوتي نقول لكم غير استنوني في الفيديو الجاي وراح نشوف خوتي تاني كذلك نشوف معلومة أخرى من هذه الجريدة باش للإفادة فقط لإفادة خوتي راح نشوف خوتي طريقة معالجة الطالبات كيش يديروه باش يعالجوا الطالبات هذو ولهذا خوتي استنوني في الفيديو الجاي وما بقى لي نقول لكم غير تهلوا في رواحكم وربي فرحكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته